في سياق يأتي التصعيد الأمني الأخير بعد كل الحديث في الفترة السابقة عن إصلاحات سياسية اتفاق، توافق، هدنة، دعوة لتشكيل حكومة جديدة وغير ذلك حوار بين الفصائل، حوار بين المحتجين والحكومة بعد كل هذا نفاجأ بتصعيد أمني وتعامل أمني أيضا يصر على النهج القمعي لماذا؟ يعني بداية حياكم الله وضيفكم الكرام القمع الأمنية والقمع الحكومي لم يتوقف منذ انطلاقة أو استئناف الانتفاضة والثورة العراقية في الأول من أكتوبر الماضي منذ الساعات الأولى بدأت القوات الحكومية والقوات التي سميت بطرف ثالث أول الأمر بدأت بقمع المتظاهرين وهناك شهداء وجرحة منذ اليوم الأول يعني حتى استئناف الانتفاضة في الخامسة والعشرين من أكتوبر الماضي الآن نحن نتحدث عن آلاف الشهداء والجرحة هناك عدد مخيف وهذا عدد معركة هناك ضحايا سقطوا بإصابات مباشرة برصاص حي هناك سلاح متوسط أيضا نستخدم في بعض الأحيان وبالتالي نحن نتحدث عن قمع هناك قنابل أطلقت على المتظاهرين وفجرت جماجم المتظاهرين نعم هذا ما تحدثت عنهم العفو الدولية في تقريرها بشأن القنابل الدخانية التي استخدمت وقالت أن هذه قنابل تستخدم في المعارك قنابل عسكرية ولا يمكن استخدامها وهي أصلا قنابل منتهت الصلاحية واليوم ذخيرة حية ذخيرة حية منذ اليوم الأول أطلقت الذخيرة الحية واستخدم سلاح القناص واستخدم سلاح البي كي سي واستخدمت أسلحة عديدة ضد المتظاهرين ونحن نتحدث عن إحصائية كل الإحصائيات التي الآن تطرح أو يتم الحديث عنها يليست إحصائيات نهائية أو رسمية لأن وزارة الصحة حتى الآن مغيبة عن المشهد تماماً وزارة الصحة لم تصدر أي إحصائية رسمية حتى الآن لا توجد أي إحصائية رسمية حول عدد الضحايا لكن الأرقام كبيرة الأرقام الأولية أو الأرقام حتى غير الرسمية كبيرة بالأشك نحن نتحدث عن جماهير في الشارع عن صدور عارية عن سلاح موجه إلى هذه الصدور وبالتالي نحن نتحدث عن إبادة نتحدث عن قتل نتحدث عن قمع نتحدث عن حكومة تقطع الإنترنت لأجل لا يتم تناقل الصور المروعة التي يتم نقلها هناك إصابات بالرئيس هناك تم توثيق العشرات من مقاطع الفيديو حول مشاهد دامية باتجاه المتظاهرين ومعظمهم من الشباب الذين يتراوح عمارهم بين الخمسة عشر سنة وحتى العشرين سنة وبالتالي هناك جرائم جرائم ترتكب سواء في بغداد وحتى في المحافظة